السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مطبخ اميمة كنت من هذا الفيديو ويلاقيكم باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله في إطار التحضيرات للدخول المدرسي سوف يلعط لسلاة جاوقة الجيد للنضيبات في الوقت للماكلة والنعاس الله يقدرنا ويعاول الجامع سنشارك معكم أكثر وصفك يحبوها الوليدات كوكيز ستحتاجوها كتنوع وبيه لوليداتكم في القوتي وسبق لي نزلت لكم في القناة كوكيز بالزيت وكوكيز بالشوفان ودقيق القمح الكامل والمكسرات هذه الوصفة المفضلة لديك جيل ديد ومكونات صحية سوف نحاول لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم وما تنساوش تشاركو فعلوا زر الجارس بجدائما وصلكم الفيديوهات لا نزيدش نطول عليكم كثير ونخليكم مع المكونات جوج حبات البيض يكونوا بدرجة حرارات المطبخ قياسه متوسطين حيث حجم البيض اللي ستخدموا به حتى يكون عنده دور في القياس اللي ستخدموا دقيق 180 جرام ديال الزبدة مطلوقة تكونوا مخرجينها من قبل من تلاجة درت هنا المارغارين ديال العولب كيس خميرة الحلويات من فئة 8 جرام والتنسيم كيس سكر منثم بالفانيليا ولا الفانيليا السائلة ولا بودر ممكن حتى نكهات البسكويت اذا كانت عندكم بالنسبة للشوكولات الكمية اللي بغيته درت هنا 100 جرام نوعية مزيانة قطعت قطعة صغيرة بالموس او ممكن ديروا حبيبة الشوكولات انا كانوا متوفرين عندي لكن في هذا الكوكيز يجيني هكذا الشوكولات مقطعة يعطي شكل حسن درت هذه النوعية هذه فيها 60% الكاكاو اختاروا شي نوعية اللي فيها اكثر من 50% بشي اعطيكم مضاق زوين غير الليبنات المبتدئات كي ننحو بيبة الشوكولات عادي نوعية مزيانة اللي تكون غنية بالكاكاو و تكون فيهم شوية المرورة يعني الماضاق للشوكولات الحقيقي هم اللي تعطون ماضاق زوين في الكوكيز اذكرت معكم هذه المسألة حيث الشوكولات اللي ستخدمو به تعطي فرق في الماضاق بالنسبة للسكر الوصفة فيها كاس كامل انا متن بغيش الحلاوة للناس اللي بحالي ستديروا كاس إلا ربع سكر أصمر ولا عادي دقيقة 400 حتى 450 جرام نوعية جيدة خاص بتحضير الحلويات رشيشة الملحة ضرورية تعطي توازن في الماضاق و مع القصغيرة شوكولات شوكولات الدهن اضفتها فقط بشعطاني اللون إلا ما كانش عندكم ممكن تعودوا مع القصغيرة الكاكا والمور أو الحلو أو في حالة كان عندكم السكر الأصمر ممكن تستغنو عليهم نهائيا هو بوحده يكون كافي بشعطاني اللون في الكوكيز و بالنسبة للطريقة فأنا ضوخاتي بنتي قلت لي بغيت نتعلم نهرس البيض على أساس نعطيها تهرسون نخليها على جنب اعلم أن نخدم الزبدة والسكار عاد نضيفه سوف ينسي ضفته ويلو والفل بول وزيت عليه السكار يعني وخنا تحصلت عليها مزيانة يمشوا معي ونفسها تحصل عليها دائما ولكن تنبغيكم يعني تعرفوا اللي كاين وتخدموا بطريقة صحيحة حيث هذه العجينة تخدم بحل البطاسابلي أو جميع الحلويات اللي كنخدموهم معكم بالزبدة نصبقوا الزبدة هي الولى مع السكار وتضيفوا ذلك الرشيشة الملحة أو الكيز الفاني أو النكهة البسكويت تخدموهم حتى يرجعوا بحل البوماد عاد زيدوا البيض أنا هنا خدمت بالعكس كانت ضفت السكار فوق البيض عدت فكرت فما كان عندي مندير خلطتهم هكا كانت مطلوقة مع الدبات نيشغي هو من الأحسن دائما نحترموا الطريقة الخدمات دي لكل حاجة زدك المعلقة للشكولات اللي كما قلت لكم ممكن تعودوها بالكاكاو أو إلا كان عندكم السكر الأسمر تصغنوا عليهم وحتى إلا ما كانش عندكم السكر الأسمر وما عندكم شهد الشكولات أو الكاكاو ممكن ما تديروهم شو ما فقط تعطوا اللون اعلى ما تخلطوا لي هنا المكونات ونبدأ نزيد دقيق شوية بشوية تقدروا تحتاجوا 400 جرام حتى 450 أنا أخذت معي 450 حساب النوعية دقيق وشكي تشربوا زدك الكيس دي الخميرة الحلوة المهم قاوضوا الدقيق شوية بشوية 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 والأساس قاوضوا تجمعوا بحالها كغيب الأصابيع دي لديكم ما تتعجنوهاش وما تدلكوهاش كتجمعوا غيش شوية بشوية هذه مقل بلعجينة بليد اللي ناشفاحة اللي تخدموا بها كتكون تلسق فكتحسوا بلي ما زال خصكم الدقيق ردوا البال باش ما تفوتوش فيها الدقيق وما تعدبكوش في الخدمة إلا كان فايت فيها الدقيق را كتبقى تطلق الزيت وكتعدب في تشكيل بحالة كتكون طرييار الطباق كتشكل بكل سهولة وفي نفس الوقت ما تلسقش في اليدين من بعد غنزيد لهذاك الشوكولات اللي كانت محتافظة به في تلاجة باش يبقى لون العجينة حتى هو كتدخلوا بأطراف الأصابع وكتكون العجينة واجدة هنا اللي حسيتوا بها متلوقة بزاف ممكن تدخلوها شوية لتلاجة لما تجمع تزب دراسة حيث دبال حال سخون وقسمتها على جوج مل أحسن باش تتحكموا فيها وطلقوها مزيان وكتلقوها ما بين جوج قطعة البلاستيك او لورق الطبخ حتى هذه القطعة اللي حتفتوا بها العجين نخليوها في البلاستيك بالنسبة للصمك لا تكون رقيقة ولا تكون غليدة انا سوف أخذكم اي قطعة دائرية بالحجم اللي يريدوا وتحاولوا تقطعهم قاربين لكي لا تشتش لكم العجينة بزاف وبنسبة للعجينة وخافي هذه الشوكولات وتأتي في الأطراف القطعة لا تخافوا منها هذا هو الصمك لا تكون رقيقة بزاف لا تكون غليدة بزاف وبنسبة للطبخ كما تشوفوا معي لا تتغير الحجم لا تدوروا القطعة وتضغطوا عليها وتضغطوا العجينة تجمعوا قطعة فقط عجينة وتستمروا بحلقة حتى تكملوا الكمية إذا الشوكولات سوف تضغطوا العجينة في التلاجة لكي لا تغير لكم من بعد تصفيحة هذه الخطوة تستطيع سوف تضغطوا حبيبات وفي هذا الوقت لدي الفران سخون سوف تضغطوا الصفحة في الوصد الفران تكون أسفل منها ومهيلة حتى يتحمر وتضغطوا عليها نار مهيلة ضروري تحترموا الطريقة لكي يأتيكم قرمش وسوف نوركم الصفحة في الوصد الفران لكي لا تتغير ولا تتقلص بالعكس الحجم مع الخميرة وفي هذا الوقت سوف تضغطوا الصفحة الثانية كنت وضعها في تلاجة في الوقت لكي كنت تكتب الصفحة الأول حيث الحال سخون كثيرا لكم عارفين لكي لا تتغير وخافيها العجينة معاودة سوف يحترموا الطريقة للتحضير بالقياس حصلت على الصفحة من هذه الحلقة 26 و هذه كانت 33 كمية معقولة ومزيانة هذا هو الشكل عن قرب تجعلهم حلقة يتحمرون من تحت ومن الفوق يأخذون لون موح حدو زوين حيط طيبين على المهل حلقة تجعلهم حتي يبرد جيد حتى الشوكولات في الوجه لا يبقى يتلسق في يديكم الشكل يأخذ كثيرا بحل كوكيز المضاق رائع القرمشة سوف نقسم لكي ترى القوام وتسمعوا القرمشة من الداخل سوف أعجبكم هذه الوصفة وسوف أعجبوا وليداتكم تنوعوا اليوم بهم وحتى أن تكون مع شكل قهوة طبيعة الحالة يبقوا أحسن من الجاهز محضرينوا في الدار وعرفوا المكونات اللي فيه ونزيدكم مازال اقتراحات المدراسة يشجعوني بالنسبة لطريقة الاحتفاظ يبرد جيدا لكي تلسق تجمعوا في شعور البالي تغلق جيدا وإذا أريد تضيفوا مع شكل سوف تكونوا طيبين وعلى المهلة سيبقى مقرمش مدة طويلة حتى تكملوه حتى الآخر سوف أعجبوا في الكوزينة لا توقع له حتى شيئا لا تبخلوش بتشجيعاتكم ولايكاتكم تبقى تجولوا الفيديو مع أصحابكم وحبابكم وشاركونا تطبيقاتكم في الانستغرام شكرا على المسابعة وإلى اللقاء مع وصفة قادمة ان شاء الله